في تصريح خاص لمركز الأخبار أشارت سعادة السيدة فائقة بن تعيد الصالح وزيرة الصحة أنه من المتوقع أن يصل لقاح فايزر إلى مملكة البحرين قبل نهاية شهر الجاري وأن هناك مراحلا وعملا مكثفا من قبل اللجنة الوطنية للتطعيمات لتأكد من سلامة هذه اللقاحات تم التوقيع على عقد أيضا مع نوعين من اللقاحات اللي هو بالنسبة إلى الفايزر ونحن نعتبر البحرين ثاني دولة من بعد بريطانيا في حصولها على هذا اللقاح ونأمل أن قبل نهاية هذا العام في ديسمبر يصل إلى البحرين وأيضا هناك تعاقد مع شركات أخرى فأيضا وقعنا معها عقود على أساس أنها توصلنا في 2021 إن شاء الله هناك مراحل وهناك عمل جدي من خلال لجنة الوطنية للتطعيمات التي تجتمعنا سطعنا كل 24 ساعة لقراءة كافة بنود العقد وأيضا للتأكد من سلامة هذه اللقاحات ومن خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فعمل كبير يعني لا يصل إلا نحن مطمئنين إلى سلامة هذا اللقاح وإن شاء الله سيكون طبعا في فئات اللي هي أكثر تعرض إلى الخطر يعني مثل اللي تعرضون إلى أمراض المزمنة وكبار السن هي الفئة في البداية هي اللي راح إن شاء الله يعني يتاح لها هذا اللقاح وفي معرض حديثها أكدت سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أن هناك تجهيزات خاصة لنقل اللقاحات إلى مملكة البحرين بصورة آمنة إضافة إلى مواصفات وشروط خاصة لتخزينها وحفظها طبعا هذا اللقاح الخاصة لما أتكلم عن فايزر واللقاحات الأخرى إليها مواصفات خاصة وشروط خاصة لحفظها وتخزينها هذا توفر من خلال مخازن خاصة سواء كان في مخازن مجمع سلماني طبي أو مستشفى الدفاع فهناك تجهيزات خاصة جدا جدا إلى هذا وأيضا عملية النقل من مكان إلى مكان وتجهيز أيضا مركز المعارض أيضا لتخزين هذه في استخدامها وبالإضافة لا يكفي فقط الإجراءات اللوجستية التي تم طبعا من قبل المختصين يقومون بكافة الأمور أيضا التدريب نفسه الآن من يوم الأحد نستطيع أن نقول بدأ التدريب بالكوادر سواء كان التمريض أو الأطباء على كيفية استخدام هذا اللقاع ولو أنهم هم مؤهلين ومدربين لكن لأن الخصوصية كنوع من الاحتياط لتعريفهم بكيفية العمل في هذا الجانب كما أكدت سعادة سيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أن مملكة البحرين حريصة على أن يكون اللقاح آمنا وأنه لن يكون هناك أي مضاعفات تذكر وذلك من منطلق حرص مملكة البحرين على سلامة مواطنها والمقيمين مملكة البحرين حريصة على أن يكون هذا اللقاح آمن وإن شاء الله نطمن الجميع لصحتهم ولمصلحتهم يعني الأخذ هذا اللقاح وخاصة عندما نتكلم أيضا على سانو فارم الذي بدأ لن يكون هناك في أي مضاعفات أو خطورة على أي شخص أخذ وهذا ما لاحظناه في الفترة التجارب فنحب نطمنهم